السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً بكم عزائي معكم المنذرس الفان في برنامج الإلليستراتور ستتعامل كثيراً مع وضع عناصر داخل عناصر أخرى هذا الأمر يدعى إكليبينج ماسك خلونا نتعلم في هذا الفيديو كيف نتعامل مع هذه الخاصية لدينا هنا هذا التصميم مثلاً أريد وضع صورة داخل هذا الشكل سأقوم بإحضار الصورة من قائمة فايل أختار بليس أو الاختصار كونترل شيفت بي الآن بإمكاني وضع الصورة في أي مكان بالنقر أو النقر والسحل ثم أريد أوضعها داخل الدائرة الدائرة الآن أصبحت خلف الشكل الموضوع المهم في الكليبينج ماسك هو أن تضع شكل القالب أمام الصورة أو أمام الشكل الذي نريد وضعه بداخله يعني أنا أريد أوضع الصورة هذه داخل الشكل فبالتالي الشكل اللي رح يستقبل الصورة لازم يكون أمام الصورة هذا أمر مهم عكس الفوتوشوب الفوتوشوب لازم يكون الشكل خلف الصورة أما هنا لازم الشكل أمام الصورة الشكل هو الشكل الأزرق رح ننزل الصورة في رافية الطبقات إلى الأسفل أسفل الشكل نحدد عليهما مع بعض ثم عن طريق Object ثم Clipping Mask ثم نختار Make اختصار Clipping Mask هو Control 7 الآن بضغط على Clipping Mask سيتم وضع الصورة داخل الشكل الآن أصبح الشكل هو عبارة عن شكل واحد الشكل مع الصورة بإمكاننا تحريك الصورة بسهولة شديدة إما عن طريق السهم الأبيض نستطيع تحريك الصورة عن طريق هذه الدائرة أو عن طريق أجاة Selection Tool بنقر مرتين على هذه المجموعة ثم الآن ندخل إلى مجموعة هذه الدائرة مع الشكل نستطيع تحريك الصورة داخل الدائرة متى ما انتهينا نضغط على زر Escape حتى نخرج من هذه المجموعة في حال حبيت التراجع عن عملية الكيبينغ ماسك يعني ما عندما بدك هذه الكيبينغ ماسك كنت تريد تحذفه فتضغط على هذه الصورة اللي فيها Clipping Mask ثم بالذهب إلى قائمة Object ثم Clipping Mask لدينا هنا الأمر Release اختصاره هو Alt-Control 7 فالضغط عليه سيقوم بإخراج الصورة والشكل ويصبحان منفصلي عن بعضهم راح تراجع على عملية Release عملية الكيبينغ ماسك جدا جميلة خلونا نوضع مجموعة من الأشكال داخل هذه الدائرة نسحب شوي لليمين عن طريق Line نرسوم عدة Lineات نجعل Stroke ثلاثة عن طريق أداة Selection Tool والAlt نكررها للأسفل نعيد تكرار هذا الأمر بضغط على اختصار Ctrl-D هذه الأشكال نحدد عليها راح نخليها بمجموعة واحدة لسهولة التحريك بالاختصار Ctrl-G حركة إلى هذا المكان نكبرها شوي من اليمين الآن نريد نوضع هذه الخطوط داخل الدائرة نحرك الخطوط أسفل الدائرة بضغط على اختصار Ctrl-Ctrl مع القوس المربعي من لوحة المفاتيح حتى تصبح الخطوط خلف الدائرة الآن أصبحت خلف الدائرة نحدد الآن عليها مع بعض ثم من Object Clipping Mask أو مباشرة نستطيع الضغط على الاختصار Ctrl-7 حتى نقوم بعمل Clipping Mask كما نشاهد فإن طبقة الماسك تم إخفاه بإمكان التحديد بسؤولة على طبقة الماسك بالتقريب هنا وضغط عليه الآن إذا أحببنا تلوينه أو وضع له حد خارجي فسيقوم بهذه العملية رح أتراجع عن تلوينه أيضا نفس الأمر رح نوضع نقاط داخل هذه الدائرة هنا أنا رسمت بعض النقاط رح أحركها إلى هذا المكان ثم أجعل النقاط خلف الدائرة بالاختصار Ctrl مع شفت مع حرف G من لوحة المفاتيح مباشرة تصبح آخر شيء الآن أحدد عليهم ومن الاختصار Ctrl-7 يصبح ككليبينغ ماسك الموضوع ليس طبقتين مع بعض مثلا لو ذهبنا إلى هنا وعملنا مجموعة من الدوائر الآن لدينا هذه الأشكال نحدد عليها جميعها بدون تحديد على الشكل الخارجي الآن كيف يتعامل معها في الكليبينغ ماسك الكليبينغ ماسك أمره جميل وهو أنه يجعل كل الأشكال محتوى في الطبقة الأولى يعني عندي أنا الآن طبقة الأولى هي طبقة الدائرة هذه فبالتالي الآن لما أكبس على Ctrl-7 رح يجعل لكل الطبقات محتوى في الطبقة الأولى فهذا أمر جميل يعتبر إذا تريد تجي على أي طبقة هي الماسك فجعل هذه الطبقة في الأعلى أو من الاختصارات خليها في الأعلى تحدد على ليرات جميعها ثم عن طريق الاختصار Ctrl-7 رح يصير كلهم محتوى في الدائرة الألوية رح ألون هذه الدائرة بالتحديد عليها طيحة خارجي ولون برتقالي هناك أمر جميل اسمه Draw Inside وهو نفس المبدأ هو الكليبينغ ماسك مثلا عندي هذه الدائرة أريد أرسم داخلها مجموعة من الخطوط فرح أختار Line مثلا أريد أرسم فيها مجموعة من الخطوط فأحدد على هذه الدائرة ثم عندي من هون مجموعة من الخيارات عندي الخيار الأخير Draw Inside نستطيع الوصول إليه بسرعة عن طريق الاختصار Shift-D الآن نحط لهذه الخطوط مع الخطوط الملقطة معنى ذلك أنه الآن أنت رح ترسم داخل هذا الشكل لو رسمنا هون مجموعة من الخطوط نشوف أنه بالفعل يرسم الخطوط بداخلها خلينا نقوم بتكرارها شوف بالفعل يرسم فقط داخل هذه الخطوط أي شيء حتى لو رسمنا دوائر رح يرسم فقط بداخلها ومتى ما انتهيت وتريد ترجع الوضع الأول فاختار أول خيار للدرو نورمال حتى ترجع للوضع الطبيعي ووضوع للدرو إنسايد جدا جميل فكثير من الأحيان نريد أن نجعل مجموعة من الأشكال داخل شكل بسرعة بدون المرور بلكليبينغ ماسك مثلا أنا هون رح أحدد على جميع الأشكال Ctrl-A ثم أقصها Ctrl-X رح أرسم مستطيل بهذا الشكل أعطيه بدون حد خارجي وأخلي اللون تبعه لون فضي فاتح الآن أريد أرصق جميع الأشكال داخل المربع أختار من هون Draw Inside ثم أختار الاختصار Ctrl-Shift-V حتى إلصقها في نفس الموضع نعود الوضع الطبيعي من Draw Normal والآن أصبحت جميع الأشكال لدينا داخل هذا الشكل المربع ترجمة نانسي قنقر